السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكيبورد او دورة لوحة المفاتيح. نهاردة ان شاء الله هنبدأ نتعلم او نعرف شوية معلومات عن زرائر الوظائف او فانكشن كيز. من طبعا الاف وان لحد او او اف تناشر. هنبدأ نعرف استخدامات كل مفتاح. طبعا اللي هيجي في بالك دلوقتي ان احنا هنقول كل او الاختصارات بتاعة كل مفتاح. لا الاختصارات دي ان شاء الله هتبقى في سلسلة تانية تبع كورس برضو جوه الكورس بس في فيديوهات تانية تبع الكورس. ناخد كل الاختصارات بترتيب معين كده علشان نفهم ونحفظ كل اختصار. طيب دلوقتي انا عايزك تفهم حاجة علشان تبقى الصورة واضحة قدامك. يعني ايه اف اصلا ويعني ايه الارقام لجنبها? اف يعني اختصار يعني ايه? يعني وظيفة. يبقى الوظيفة رقم واحد الوظيفة رقم اتنين لحد رقم اتنين اتناشر. وزي ما قلنا في اكتر من كده في لابات تانية او في اجهزة تانية. تمام? يعني كده اف وظيفة واحد ده مسلا ترتيب الوظيفة اتنين الترتيب التاني لحد اتناشر. فهمني? يعني اف فانكشن. مفيش حاجة صعبة ولا في حاجة جديدة. اولي استخدام معانا بيقول لك ايه? بيقول لك ان الاف واحد ده مجرد ما تدوس عليه بيفتح لك الهيلب سكرين. يعني شاشة المساعدة لو انت مسلا في برنامج معين او اي حتة في الكمبيوتر بيفتح لك شاشة المساعدة او برنامج المساعدة اللي بيكون في اسئلة خاصة بالبرنامج. يعني انا مسلا فتح اي برنامج وعايز اعرف شوية اسئلة جديدة. عايز اسأل مسلا مركز المساعدة عن حاجة. فبدوس اف واحد. وطبعا لها اختصارات تانية. وده بعدين ان شاء الله. فبدوس اف واحد علشان يفتح لي مركز المساعدة او شاشة المساعدة في اي برنامج تاني استخدام معانا هو لو سألت اي مهندس كمبيوتر او اي طالب في هتاست الكمبيوتر قلت له استخدام الاف واحد ده هيقول لك من استخدامات الاف واحد احنا لما بندوس عليه بيدخلنا في وضعية البي اي او اس طيب يعني ايه بي اي او اس او بي اي او بي اي او اس هو عبارة عن نظام ادخال واخراج طيب ايه النظام الادخال والاخراج ده نظام الادخال والاخراج ده هو زي نظام كده بيساعد الهاردوير طبعا الاجزاء الخاصة بالهاردوير بيساعد ان هي يعمل لها تهيئة او يعني يجهزها لعملية الاقلاع او عملية انك تفتح الكمبيوتر فده النظام بيجهزها يعني فالاف واحد ده بيستخدموه ان احنا بندوس عليه لما بيحصل مسلا معين فبندوس عليه تمام انا مش عايز ايه ادخل في تفاصيل بس انا بفهمك يعني ايه تالت استخدام معانا وهو بيقول لك ايه انك لما بدوس على الويندوز كي يعني اللوجو بتاع الويندوز مع الاف واحد هيفتح لك نفس الحوار الويندوز هيلب او سابورت سنتر يعني مركز المساعدة زي ما قلنا في النقطة الاولى ان هو بيفتح لك مركز المساعدة الخاص بالويندوز لو عندك اسئلة معينة عايز تشوف السابورت سنتر عايز تشوف معلومات جديدة ده بتدوس على الويندوز كي مع الاف واحد وطبعا فيه اختصارات زي ما قلناك تانية هنشرحها بعد كده ان شاء الله الرعب يستخدام معانا هو بيقولك في الاكسل لو دست الالت مع الشفت مع الاف واحد التلاتة دول مع بعض هيعمل لك ووركشيت جديدة او صفحة جديدة في الاكسل يعني مثلا لو تشغل على كذا صفحة وبدل ما تروح بالماوس وتضيع وقت على طول االت شفت اف واحد هيفتح لك ووركشيت جديدة يعني ايه الكلام ده يعني مثلا انا عندي كتاب زي ده في الاكسل وعايز هنا اعمل كذا شيت بدل ما احرك الماوس وافضل ادوس على البلاس دي علشان يعمل لي نيو شيت ومسلا لو الماوس بعيد عني او لسه هوصل الماوس اه مثلا ما بحبش استخدم التاتش باد او اني ما بحبش استخدم الماوس مثلا فهدوس للاختصار اللي احنا قلناه اللي هو الالت شفت اف واحد هيعمل لي زي ما انتم شايفين عمل شيت جديدة طيب هدوس مرة كمان هيعمل لي شيت جديدة طبعا الشيت الجديدة اللي هي تلاتة دي فده بيروح على اليمين يعني تلاتة دي هتروح على اليمين دلوقتي دوس اف واحد عمل لي شيت اربعة فبيعمل شيت او ورقة جديدة على البوك او على الكتاب الموجود على الاكسل خمس استخدام معنا هو بيقولك انه هو بيفتح التاسك بين التاسك بين ده طبعا هنشرحه بعد كده انا مش عايز ادخل لك بتفاصيل هنشرحه لما هنشرح اختصارات الفانكشن بعد جده ان شاء الله اخر استخدام معنا لو انت دوس الكنترول مع الاف واحد بيقولك انك بيشغل حاجة اللي اسمها برضو انا مش عايز اشرح كل الكلام ده كل ده هتفهمه بعد كده هتفهمه في الاختصارات وهتعرف يعني ايه وورد بيرفكت ويعني ايه كورل هتعرف كل ده انا بس عايز افهمك ان الاف واحد دي لها الوظائف دي يعني انها بتفتح بتفتح مثلا تفتح الحاجات اللي انتو شايفينها وده تقريبا معظم الاستخدامات بتاعت الاف واحد طا gates دلوقتي هنروح الاف اتنين اول استخدام معانا هو بيقولك في المايكروسوفت ويندوز يعني في الويندوز لو انت بتستخدم نظام التشغيل ويندوز بيقولك ان الاف اتنين دي بتعمل الرينام لاي فايل او اي اي ايكون او اي فولدر انت عايزه يعني اي هي يعني دلوقتي انا مسمي الفايل بتاعي او الفولدر بتاعي باسم معي انا دلوقتي عشان اغير الاسم ده الطريقة الطبيعية ان انا بروح اقف عليه وبعدين بالماوس بعدين بنزل لتاحت وبعمل او بدوس فيه بقى اختصار لكل ده وده طبعا انا اعرفه بعدين او خليني اقوله لك دلوقتي علشان يسهل عليك يعني انا كواحد ما كنتش عارفه بس سهل علي الوقت بشكل كبير جدا وهو انك تدوس زرار الويندوز او لوجو الويندوز مع الاف تو هتلاقي ان عملك على طول يعني مجرد ما تقف على الفايل وتدوس على اللوجو بتاع الويندوز مع الاف تو هتلاقي عمل لك بسرعة بدل ما تروح تعمل بالماوس بعدين تدوس وبعدين تنزل لاخر بعدين تعمل كل ده تقريبا خد سواني خد مسلا عشرين سانية تلاتين سانية انت هنا في سانية ولا في سانيتين خلصت الموضوع طيب ازاي الكلام ده عايز اعمله طيب دلوقتي في الطريقة الطبيعية او في الطريقة التقليدية اللي احنا بنعملها بنقف عليه كده وبعدين بعدين بننزل شوف بيحمل شوية خد وقت بعدين بننزل ننزل ننزل لحد كل ده خد قد خد يعني وقت طويل وده طبعا بيرجع ليه سرعة الكمبيوتر عندك او سرعة اللابتوب عندك طيب دلوقتي انا اختصار بسيط جدا هيوفر علي كل ده هيوفر علي الوقت ده كله هتدوس على زرار الويندوز او لوج الويندوز مع الاف تو هتلاقيه في السانية عملك وتخلص نفسك وتبقى سريع في الشغل بتاعك بيقول لك انك تقدر تعدل على طبعا سل يعني ايه او cerr دي يعني ايه او التعديل النفسه يعني ايه بردو دا هنعرفه بعدين. تالت استخدام معا انا هو بيقولك لو انت دوست على مع الكونترول مع الاف تو انه هو بيفتح لك نافذة المستندات يعني ايه نافذة المستندات بيفتح لك نافذة المستندات في في برنامج انا مسلا عايز اجيب مستند معين من الكمبيوتر وحطه في البرنامج صورة بقى اي مستند وحطه في الورد. بادوس الثلاث آآ زراير دي علشان يفتح لي الويندو دي بدل ما اروح على كلمة مسلا او كلمة علشان يفتح لي الويندو او النافذة الخاصة بالمستندات. بادوس الثلاث اختصارات دي معها هيفتو هيفتح لي الويندو دي واختار الملف اللي انا عايزه. طيب ازاي الكلام ده? يعني انا مسلا في برنامج وعايز افتح نافذة المستندات علشان اجيب ملفه معين. فهدوس على مع الافتو هيفتح لي النافذة زي ما قلتلكم اللي انا قدر اجيب منها اي مستند انا عايزه. بدل ما تروح مسلا في الطريقة التقليدية احنا بنروح على مسلا عايزين نجيب صورة معينة فبنروح لازم نروح على عايزين مسلا نعمل نضيف مستند معين فلازم بندور على المكان اللي احنا نجيبه منه. فبدل كل ده هدوس بعدين مع الافتو هيفتح لك النافذة بتاعة المستندات. رابع استخدام معانا الافتو هو بيقولك لو دست على مع افتو بيفتح لك نافذة عرض او مراجعة الطباعة في المايكروسوفت وورد. يعني لو انت بتستخدم اي حاجة في المايكروسوفت وورد بتستخدم اي ملف عايز تطبعه ممكن تدوس مع افتو هيزهر لك الويندو الخاصة بالطباعة او مراجعة الطباعة لو انت عايز تعدل حاجة تعدل معين تعدل اي حاجة في الملف قبل ما تطبعه بتدوس مع الافتو. خمس استخدام معانا هو بيقولك نفس الكلام انك برضو بتقدر تدخل من على البي اي او اس سيت اوب بالافتو نفس الكلام برضو. برضو مش هتعمق في الموضوع. دلوقتي هنروح على الزرار التالت وهو اول استخدام ليه بيقولك في او برنامج لو دست كنترول مع الافتو لو انت مسلا مظلل على معينة او مظلل على النص معين بيحول لك النص لو في حرف مسلا كابتل او حرف كبير بيحول لك الحرف الكبير او الكابتل يعني بيصغر لك الحرف بيخليه او لحرف صغير. طبعا الكلام ده هنشرحه بعد كده علشان وقت الفيديو. طيب تاني استخدام لي بيقولك لو دست مع الافتو ري بيقولك ان بيغير لك زي ما قلنا التكست او الجملة من يعني من الكابتل للسمول. طبعا هنا اه لما بدوست مع الافتو ري مش لازم تكون محدد او مظلل. لو مظلل بتدوس على مع الاف ثري. تالت استخدام معنا بيقولك ايه لو دس زرار او لوج الويندوز مع او زرار بيفتح لك في الاوتلوك. ولو انت مش عارف يعني ايه اوتلوك ما تقلقش كل ده برضو هتعرفه في حلقات الاختصارات. رابع استخدام معنا هو بيقولك ان في مستكشف الويندوز طبعا انتم مجرد متسمعوا مستكشف الويندوز يعني ايه مستكشف الويندوز ومستغربين من الموضوع. لأ. مستكشف اسم الحاجة اللي احنا بنستخدمه. طيب ايه شغلة الزرار ده في مستكشف الويندوز. ده بيقولك ان هو بيبدأ في المستكشف الويندوز ده. طيب ازاي الكلام ده? اول حاجة عايزين نعرفها ان مستكشف هو ده مستكشف الويندوز. تمام? ده اللي احنا بنستخدمه تعريبا عشان نشوف الداونلودز نشوف اي ملف احنا عايزينه. هتفتحه كده. انا مسلا عايز ابحس عن حاجة في مستكشف الويندوز بدل مسلا واحرك الم province진 اروح للبحث على طول. وده طبعا بعدين ان شاء الله. اخر استخدام معانا وهو ليه علاقة بالماك او احنا اتفقنا ان في الكورس ده مش هنكلم اي حاجة ليه علاقة بالابل او بس خدها معلومة زيادة ان بينقلك لتحكم او مثلا اللي ليه علاقة بالابل وبيساعدك على او نظام التشغيل في يعني انا برضو مش عايز اتعمق بس خدها معلومة انها برضو تقدر تستخدمها في او نظام التشغيل للابل او الماك. بعد كده نروح للفور او الزرار الرابع. طيب استخدام ليه هو بيقولك انك تقدر تفتح الفايند ويندو في الويندوز 95.2xp. يعني نسخ الويندوز او الفيرجن بتاعت الويندوز انك تقدر مسلا من 95 انك تقدر تفتح الفايند ويندو. تاني استخدام معانا هو انك تقدر في المستكشف الويندوز زي ما قلنا انك تفتح بار او مربع العنوان في المستكشف الويندوز او مستكشف الانترنت. ده برضو بعدين ان شاء الله. تالت استخدام معانا بيقولك ان هو بيعيد اخر عملية او اخر فعل في الورد مسلا في برنامج الورد. برضو كل الكلام ده جميل هنعرفه بعد كده. رابع استخدام معانا وده تقريبا معظم الناس بتستخدمه او يعني الناس اللي عارفة في الاختصارات بتستخدم العشان يقفلوا اي برنامج شغال في مايكروسوفت ويندوز. يعني ايه اي برنامج? يعني مسلا انا فاتح جوجل او فاتح اي براوزر وعايز اقفل البراوزر ده بتدوس مع طيب دلوقتي انا مسلا عايز اقفل الخالص. عادي بتطلع على ديسك توب بتدوس مع بيجيب لك الخاصة بالمسلا بالرستارت باي حاجة بمجرد ما تدوس على او انك بتطلع من اي برنامج مثلا اي برنامج مسموح لي انه هو يستخدم الاختصار ده فمجرد ما دوس على مع بيقفل لك البرنامج النهائي. طيب ازاي الكلام ده? يعني مسلا انا في البراوزر ده وعايز اطلع من الويندو دي او عايز اطلع من المتصفح كله. انا مسلا فاتح اي حاجة. وبدل ما اروح على واكس وحرك الماوس عايز اطلع بسرعة. عايز اطلع في سانية كده. فهتدوس مع هتلاقي اطلع لك على طول. طيب دلوقتي انا خلاص خلصت شغل على الكمبيوتر وعايز اقفل الكمبيوتر. بدل ما اروح هنا وبعدين هدوس على الباور وبعدين هيجيب لي الخيارات. على طول هتدوس على مع هيفتح لك بتاعت الكمبيوتر او بتاعت ده. تقدر تعمل له مسلا لليوزر تقدر تعمل صيناوت لو انت مسجل عايز تعمل اللي انت عايزه. فاختصار مفيد جدا. واخر استخدام معانا في بيقول لك لما بتستخدم معادلات الاكسل يعني انت بتشغل في الاكسل وتستخدم المعادلات مجرد ما تدوس على بيقول لك انك بتعمل او تبديل او تحريك ما بين الموجودة في كل ده طبعا بعدين. بعد كده اول استخدام معانا وبيقول لك ان في نسخ المتصفحات الجديدة او متصفحات النت الجديدة بيقول لك مجرد ما تدوس على او زرار مسلا اختصار او شورتكات معا بيعمل لك او اعادة تحميل للويندو او اللي انت فيه او مسلا البراوزر او اللي انت فيه بيعمل لك اعادة تحميل او يعني بيعمل لك اعادة تحميل للموقع. تاني استخدام معانا وزي ما قلنا طبعا في الاستخدام الاول ان الزرار او الاختصار اللي مع هو الكنترول لو دوسته مع بيعمل لك اعادة تحميل للصفحة اللي انت فيها او مسلا عايز تعمل اعادة تحميل اي حاجة بتدوس على مع الاف تالت استخدام معنا وده برضو نفس الاتنين اللي فوق تقريبا كلهم نفس بعض انك بتعمل برضو لأي محتوى او اي فولدر. رابع استخدام معنا هو ده لعلاقة شوية بالماكسوفت وورد انك بتفتح او في الماكسوفت وورد يعني ده ليستخدام كده للي بيستخدم يعني ده اللي بيستخدم فبيستخدموا الزرار ده علشان يفتح لهم او في الماكسوفت وورد. خمسة استخدام معنا هو لو انت تستخدم مثلا البوربوينت واللي هو انك بتعمل معين او بتعمل عرض تقديمي في البوربوينت. انا دلوقتي بعمل او بعمل شرائح تمام? وعايز اا اكبر الشرائح دي او ادخل في وضعية او عرض الشرائح. بدل ما تروحوا الحركة السهم على بتاع عرض الشرائح انت ممكن على طول بتدوس على مع هيفتح لك على طول او يعمل لك بتاعت يعني انا مسلا خلصت الكتابة بتاعتي في البوربوينت وخلصت الشراح بتاعتي وخلصت شغلي على البوربوينت وعايز ابدأ اشوف اللي انا خلصته او اللي انا انجزته من خلال اللي انا بروح وبحرك الماوس وبدوس على العلامة دي او دي علشان يعملي او يكبر لي الموضوع علشان ابدأ اتحكم بالشراح. طيب بدل ما اروح وحرك الماوس وضيع وقت انت ممكن دوس على طول مع هيعمل لك على طول او هيعمل لك على طول. اخر استخدام معانه هو العلاقة بنظام التشغيل. يعني انا مسلا دلوقتي بشغل بتاعي او نظام التشغيل بتاعي وعايز اعمله او ارجعه للاعدادات يعني نظام التشغيل يعني عايز ارجعه للعدادات الافتراضية او الاعدادات الرئيسية بتاعتي بتاعت زمان. فهتدوس على او تقريبا في زرار معاه يعني فبيرجعك او الاعدادات الافتراضية بتاعت نظام التشغيل. اخر زرار معانا او اخر وظيفة معانا هو او الزرار السادس. اول استخدام معانا هو بيقولك انه بيحرك سهم الماوس لحد او مربع العنوان في مستكشف الانترنت او مثلا في براوزر اي براوزر بينقلك على طول او مربع العنوان. اخر استخدام معانا للاف سيكس بيقولك لو انت في وفتح اكتر من ملف او اكتر لو دوست على مع مع بيحرك لك او بينقلك على طول الملف التاني اللي انت عايز تتحرك به. يعني ايه الكلام ده? يعني مسلا انا عندي ملفين زي ده. عندي ملف فاضي وعندي ملف تاني في في كلمة انا دلوقتي عايز ارجع للملف الفاضي. هتدوس على مع هيوديك للملف التاني وهو الملف الفاضي. تعالوا كده نشوف الملف التاني. هتلاقي في كلمة زي ما هي. يعني احنا لما ساحنا ولا عملنا اي حاجة. لا. احنا رجعنا الملف التاني او الملف اللي انا عايز اروح له من غير محرك الماوس او اني اضيع وقت. وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو يا ربي يكون شرح عجبكم. يكون الموضوع بسيط جدا. وعرفنا يعني ايه اف يعني ايه الارقام اللي جنبها. عرفنا ان اف يعني معناها او معناها وظيفة والرقم اللي جنبه ده ترتيب الوظيفة مش اكتر. يعني مفيش حاجة صعبة ولا اي حاجة. عرفنا شوية معلومات عن كل زرار وشوية اختصارات بسيطة هتسهل عليك استخدام الكمبيوتر بازن الله. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مفاتيح الوظائف دي. هنكمل الستة البقيين وهناخد برضو شوية معلومات زي بتوع النهار. يا ربي يكون الشرح بسيط والاسلوب بسيط ويفهمك المعلومة ببساطة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم.